شهيدة الحياة صورة اليوم حزينة تنقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعية مرفوقة بكثير من الأسى والرثاء دقائق وربما ثوان قبل رحيلها التقطت شهيدة يعقوبي صورة لها مع ابنها قبل أن يبتلعهما البحر ويبتلع معهما حلم بلوغ الفردوس الأوروبية هربا من الفقر والحاجة في تونس على نطاق واسع انتشرت قصة المعلمة التونسية العاطلة عن العمل ذات الست وثلاثين سنة لم تخبر أفراد عائلتها بهجرتها صوب أوروبا عبر قوارب الموت وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية مشيرة بالمقابل إلى أنها توصلت مع أختها بعد انطلاق الرحلة لتخبرها بأن المركبة تغمره المياه تعليقة على صورة اليوم أفدت بأن شهيدة كانت تعيش أوضاعا مزرية فقررت الهرب مع ابنها الذي لا يتجوز أربع سنوات إلى أوروبا في رحلة انطلقت من مدينة المونستير وانتهت في مياه تونس الدولية صورة اليوم فتحت النقاش مجددا حول وضعية المهاجرين غير النظاميين الذين يفرون من تونس بحثا عن حياة أفضل